السلام عليكم اليوم سوف نتكلم على دورة تبريد المحرك باستعمال سائل التبريد هذه محركات الاحتراق الداخلي سميت بهذا الاسم لأنه فعليا يحدث اشتعال النار داخل المحرك أو داخل الأسطوانة في غرفة الاحتراق والمحرك يستفيد فقط 30% من هذه التاقة والباقي يضيع على شكل حرارة الحرارة داخل غرفة الاحتراق قد تصل إلى 3000 درجة مئوية لهذا نجد أن سائل التبريد مرتقز حول محيط غرفة الاحتراق أما باقي أجزاء المحرك مثل المكبس وعامد المرفق وعامد الكامات فيتم تبريدهم بالزيت لهذا نجد في بعض المحركات مبرد الزيت الروفر وديزول حيث يتم تبريد الزيت بسائل التبريد وهذه مكونة نظام سائل التبريد حيث يتم انتقال إلى المشاع الرئيسي وإلى المشاع الداخلي لتسخين السيارة في فصل الشتاء كما يحتوي على مضخة وترموستر هذه هي كتلة المحرك وتلك الفتوحات التي ينتقل عبرها الماء من كتلة المحرك إلى رأس المحرك وهذه أيضا المصارات التي يتحرك عبرها السائل التبريد داخل رأس المحرك فتوحات انتقال سائل التبريد عبر جوان كلاس أو حشية المحرك تكون صغيرة عندما تكون قريبة إلى جهة المخرج سائل التبريد وتكون كبيرة عندما تكون بعيدة عنها وهذا من أجل تكافو انتقال سائل التبريد على كل رأس المحرك المحرك الرئيسي لسائل التبريد هي المضخة التي تكون مربوطة مباشرة مع عامود الميرف هذا هو المشيح حيث يدخل السائل بدرجة عالية من الأعلى ويخرج بدرجة منخفضة من الأسفل هذه المصارات التي ينتقل فيها السائل التبريد وتلك المصارات يعبر عبرها الهواء مراوح التبريد دائما تدخل الهواء من الخارج إلى الداخل يتم تشغيل مراوح التبريد عند ارتفاع درجة حرارة سائل التبريد فوق الثمانين أو فرق التسعين حسب الحساس الموضوع فيها في السيارات الجديدة يتم التحكم في المراوح عبر رحاس كمبيوتر السيارة لأن المراوح أيضا تشتغل عند تشغيل مكيفة السيارة في الجو الحار هذا هو غيطاء الرادياتور أو المشع وهو مهم للغاية حيث يسمح لسائل التبريد عند ارتفاع ضغطه بالعودة إلى الخزان كما يسمح برجوعه عند انخفاض الضغط هذا نظام التبريد المغلق حيث لا يسمح نهائيا بخروج سائل التبريد إلى الخارج وهذا هو النظام الأكثر استعمال في السيارات حول العالم وهذا هو نظام الدورة المفتوحة في تبريد المحرك عند ارتفاع ضغط سائل التبريد في هذا النظام فإن سائل التبريد يخرج خارج المحرك وبالتالي ينقص سائل التبريد ويصبح داخل سائل التبريد هواء ويجب تنسيم تلك الهواء في كل مرة لهذا الشركة المصنعة لا تفضل هذا النظام عنصر آخر مهم هو الترمسطة فهو مهم في الشتاء لكي لا تنخفي درجة حرارة المحرك أما في فصل الصيف فتكمل عمل الترمسطة في تمرير قليل من المياه إلى المشيع وذلك لكي يتمكن المشيع بتبريدها وإرجعها إلى المحرك أما إذا مررنا كمية كبيرة من المياه سائل التبريد إلى المشيع فإن المشيع لا يمكن أو لا يستطيع له أن يبردها بالكامل لهذا فهي مهمة في كل الفصل هذه هي منظومة سائل التبريد بالكامل هناك تفصيلات أخرى لم نستطرق إليها مثل مضخة سائل التبريد الإلكترونية التي أصبحت موجودة في المحركات الجديدة